قدم صباح اليوم أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد النظيف يوسف بيانا صحفيا بمكتبه بمناسبة اليوم العالمي للتبغ والذي يصادف الحادي والثلاثين من مايو من كل عام هذا العام جاء تحت شعار التبغ تهديد للتنمية تحيي تشاد تبقية الدول العالم يوم واحد وتلاثين مايو من كل عام كيوم عالمي بدون تبغ وقد جاءت نسخة هذا العام 2017 تحت عنوان التبغ تحديد للتنمية إن التبغ هو المادة الوحيدة التي تقتل جزء من مستحلكها ومن هذا المنظور فإن الحكومة التشادية قد جعلت من مكافحة التدخين إحدى أولوياتها كما اتخذت في هذا الإطار الإجراءات القانونية التالية المصادقة على اتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين لعام 2006 تكويل لجنة بين الوزارات لمكافحة التدخين في 2007 إعلان القانون رقم 10 المتعلق بمكافحة التدخين لعام 2010 إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والكحول والمخدرات في عام 2014 اتخاذ القرار رقم 39 المتعلق بتجهيز وإلصاق بطاقة التحذير بمنتجات التدخين في شات وذلك عام 2015 وعلى الرغم من كل هذه الجهود يشكل التدخين تحديا كبيرا لبلادنا لأن الشباب الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لمستقبل شات تأثر كثيرا بهذه الآفة وفقا للتحقيق الذي أجري في عامي 2005 و2006 والذي استهدف الوسط المدرسي فإن 32 إلى 33% من الشباب من عمر 16 إلى 30 يدخنون السجائر مواطني العزاء إن مستقبل بلادنا في خطر ويجب علينا العمل من أجل الحفاظ على الشباب التشادي وحماية اقتصادنا ترجمة نانسي قنقر